الدكتور مصطفى مدبولي تابع مبارح الاستثمارات الجديدة اللي تم ضخها من شركات أجنبية بتعمل في مصر وعايزة توسع نشاطها بدفع استثمارات جديدة في مصر وده في التقرير اللي نقشه مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لاستثمار واللي وضح إنشاء منطقة استثمارية جديدة في محافظة القاهرة على مساحة 64 فدان للأنشطة التجارية والسكنية والفندقية والخدمية بحجم استثمارات 40 مليار جنيه ده بالإضافة لاستثمارات صينية وغيرها ترجمة نانسي قنقر